أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين أعتقد أن أنت خلاص اتجهت لمجال التدريب من خلال النادي الأهلي اتجهت لمجال التدريب بعد كده أعتقد أن أنت لسه كنت في تجربة كانت واضح أن هي تجربة جيدة جداً مع فريق الشهداء دلوقتي وصلت لغاية فين نعرف أن أنت مشيت لزروف معينة ولكن في النهاية أعتقد أن هي تجربة جيدة جداً بص يا كابتن يمكن أنا بدأت التدريب من بعد ما بطلت على طول بقى لي خمس سنين دلوقتي أربع سنين في النادي الأهلي وكلهم الحمد لله أحرصت بطولات مع فرق الناشئين مع فرق الناشئين لغاية الموسم اللي فات كنت مسك ألفين واحد 19 سنة في النادي الأهلي وأحرصت بطولة الجمهورية الحمد لله والسنة دي بقى جالي عرض من النادي الشهداء فخدت الخطوة قلت لازم أمسك بقى فريق أول كمدير فني كمدير فني وبدأت معهم الموسم بشكل كويس وقدت معهم المباريات كويسة الحمد لله بس فيه سوء توفيق حصل كده في الآخر بعد مبارات دميات وما حصلش نصيبه قدمت استقلتي رغم اللي الناس كانوا متماسكين بيا بس انت عارف بقى كرة لما بتقف خلاص بقى لما بتقف بيبقى الواحد خلاص بيميل هل اللي هي تجربة مختلفة طبعا تجربة مختلفة لكن انت كتبقى رجل أول في ظل التوقيت ده وان انت بقى لك 4-5 سنين فقط متواجد كمدير فني وكان لقطاع ناشئين لفترة 4 سنين هل ده الوضع مختلف بالنسبة لان انت تبقى الرجل الأول في فريق أول درجة ثالثة أول لكن في النهاية فريق أول بس زي ما حضرك بتقول لك كابتن إسلام الفريق الأول كمان غير الناشئين انت لما تمسك في الناشئين انت فيه في قويك في مدير قطاع وفيه ناس بتشرف عليك وفيه ناس بتتوجه غير لما تمسك انت الرجل الأول في فريق كبير وفريق أول انت بيبقى لك انت الكلمة الأولى والأخيرة زي ما بيقول انت اللي متحكم في كل حاجة انت كراراتك هي اللي بتمشي انت اللي بتحط كل حاجة انت اللي بتحط الخطة البلان كلها بتاعت الموسم انت اللي بتعملها فانت حتى بتحس بإمتك كمدير فني لفريق أول فشغل الناشئين حاجة وشغل الدرجة الأولى حاجة فكان لازم أخذ الخطوة وعلى فكرة بعد ما مشيت في الفترة اللي فاتت دي جالي عرضين الحمد لله بس يعني مستني حاجة أحسن وان شاء الله قريب كده ان شاء الله يكون في حاجة بإذن الله ان شاء الله ايه أهم حاجة استفدتها انت كل يوم بتتعلم كل يوم بتاخد خبرات وكل يوم بتقابل لعيبة سواء في النادي الأهلي تعملت مع لعيبة كتيرة سواء لما رحت نادي الشهداء تعملت مع لعيبة كتيرة فانت بيصادف يعني الموضوع مختلف خالص وانت بتلعب غير وانت مدرب انت وانت بتلعب بتخلص تمرين وبتمشي مش شاء الهم حاجة لكن وانت مدرب انت مسؤولية كبيرة انت شاء المسؤولية 25-30 لعيب مشاكلهم في كل حاجة من مصابين لتمرينات لمباريات ودية عايز تعمل داخل على المباريات الرسمية على فترة إعداد يعني انت شاء الهم كل حاجة مسؤولية كبيرة لكن ده قدرنا ودي مهنتنا مش هنقدر نبعد عنها وانا بحب كورة وماقدرش أبعد عن الملعب فلما الواحد بطل مش هينفع تعمل اي حاجة تاني غير برضو عن طريق كورة فاتجهت للتدريب